شكرا كاترين أهلا بكم من جديد البداية من الأخبار القضاء يستدعي ثلاث وزراء اتصالات تقول الأخبار علمت أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم استدعى وزير الاتصالات محمد شقير وسلفيه جمال الجراح وبطرس حرب للاستماع إليهم بناء على معلومات التي زودته بها لجنة الأعلام والاتصالات النيابية على مدى سنتين إضافة إلى معطيات سبق أن قدمها له النائب ياسين جابر فضلا عما أثير لاحقا في اللجنة وخاصة لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخلوي كذلك علمت الأخبار أن رئيس الحكومة سعد الحريري ممتعد من عدم شمول الاستدعاء الوزير السابق أولى الصحناوي الذي نقل في عهده القرار المالي في قطاع الخلوي من الشركتين التي تديران القطاع إلى وزير الاتصالات ويرى الحريري أن اقتصار الاستدعاء على ثلاثة وزراء مقربين منه هو استهداف سياسي له ولم يعرف ما إذا كان الوزراء الثلاثة سيلبون دعوة القاضي إبراهيم علما بأنه لم يطلب الاستماع إليهم بصفتهم مشتبها فيهم وسبق للوزير الجراح أن امتنع عن تلبية استدعاء سابق لإبراهيم ننتقل إلى نداء الوطن ومقال لأكرم حمدان سيناريوات جلسة رسالة عون سحبها أو تأجيلها أو مناقشتها يقول أكرم حمدان أن الأنظار تتجه نحو السيناريوات المتوقعة والممكنة لجلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون التي سبق ووجهها إلى مجلس النواب من أجل تفسير المادة 95 من الدستور وتتحدث مصادر نيابية مواكبة لأجواء المجلس الداخلية للنداء الوطن عن وجود أكثر من احتمال وسيناريو لهذه الجلسة الأول أن يبادر رئيس الجمهورية إلى سحب الرسالة علما أن هذا الأمر غير ملحوظ بالدستور ولكنه صاحب حق لأنه هو من وجه الرسالة ويمكنه أن يطلب سحبها الثاني أن تنعقد الجلسة ويطالب ممثل الكتل والنواب بتأجيل البحث في مضمون الرسالة نظرا لأهمية الموضوع الذي يتطلب نقاشا عميقا وهادئا الثالث أن يفتح النقاش ويتم الدخول في التفاصيل ومضمون الرسالة وهذا الأمر سيدفع بعض الكتل ربما التي تعارض العهد ورئيس الجمهورية إلى الوقوف معه في المضمون ننتقل إلى الجمهورية ومقال عماد مرمل عندما يضخ حزب الله الدولار يقول مرمل خلال استقباله المفادين الأمريكيين في الآوينة الأخيرة خصوصا مساعد وزير الخزانة مارشل بلينكسلي رفع بر سقفه وبدى صريحا إلى أبعد الحدود في شرح موقفه وتشريح مخاطر العقوبات المتعارضة مع كل القيم المفترضة التي تروج لها الولايات المتحدة وتبدي حماسة في الدفاع عنها يؤكد العارفون بحسب عماد مرمل أن بري توجه إلى الأمريكيين بالقول في مطلع شبابي كنت في الولايات المتحدة حيث حصلت على جرين كارت واستوقفني آنذاك أنه كان لديكم في المجتمع الأمريكي اهتمام بمفهوم العدالة لكن ما تفعلونه اليوم لا علاقة له بتاتا باحترام العدالة وحقوق الإنسان بل هو سلوك عنصرية تمثل بوضوح في العقوبات الجماعية وضمن هذا السياق يروي أحد النواب الذين زاروا واشنطن خلال ولاية الرئيس باراك أوباما للقاء بعض صناع القرار في مؤسسات الدولة العميقة أنه خاطب مضيفه قائلا على سبيل المثال أنتم تستطيعون أن تعرفوا وجهة تحركاتي وفي أي فندق أقيم وإلى أي مطعم ذهبت ومن خلال بطاقة الاعتمال المصرفي التي أستخدمها خصوصا أن مصارفنا تعتمد في أنظمتها آلية شفافة أما العقوبات التي تفرض على الشيعة اللبنانيين فستؤدي مفاعلها إلى أمرين الأول أن أصحاب الودائع الشيعية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية سيخرجون اتباعا من المنظومة المصرفية بالتالي ستصبح مداولاتهم المالية ودورتهم الاقتصادية منفصلة عن تلك المنظومة وأدواتها الرقابية والثاني هو أنكم ستصبحون كمن يتحرك في العتمة ولا يرى شيئا أمامه بحيث ستفقدون أي قدرة على التدقيق ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط أشارت مصادر للشرق الأوسط إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون نفى الشائعات حول موقفه من الحكومة مثنيا في المقابل على عملها ومجددا تأكيده على ضرورة محاكمة مطلقي الشائعات وفق ما ينص عليه قانون العقوبات وليس المطبوعات ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عون أثار أيضا في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس ضرورة البحث في مسألة التعامل بالليرة اللبنانية وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء نختم مع الأنباء الكويتية حيث أكدت مصادر صحيفة الأنباء الكويتية أن حديث رئيس الجمهورية ميشيل عون عن التواصل مع النظام السوري وراء حالة التأزم التي عاشها لبنان أمنيا وماليا واقتصاديا والتي امتدت إلى حلفاء التسوية السياسية أي بين الرئاستين الأولى والثالثة وبين تياريهما البرتقالي والأزرق ولفتت مصادر الأنباء الكويتية إلى أن ما ثقم الوضع اعتقاد فريق الرئيس عون أن الحريري كان في جو اقتراح التواصل مع دمشق أقله من قبيل الضغط على الأمريكيين والأوروبيين وكل ما يربط عودة النازحين بالحال السياسي في سوريا ولم يكن مطروحا التواصل على مستوى أرفع من الوزير لكن مع الخطاب الرئاسي في نيويورك كان هناك من رفع الصوت بالرفض وإلا فلتتحمل العاقبة وهذا عمليا محتم على الحريري إعادة النظر بالأمر متمسكا بإبقاء مجلس الوزراء خارج هذه اللعبة موسيقى